اشتركوا في القناة بطاقة اداع بالسجن في حق رئيس الحزب الحر الدستوري عابير موسي وحسب المعطاية المتوفرة فانه بطاقة الاداع بالسجن الجديدة الصادرة اليوم في حق عابير موسي تتعلق بشكاية كانت تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى المرسوم عدد 54 وفي خبر اخر ومن ولاية تأسوسة اقافات بالجملة 180 مفتش عنهم وحجز مواد غذائية في حملة امنية نظم اقليم الامن الوطني بسوسة عشية اليوم الخاميس قررت فيفري حملة امنية كبرى استهدافت المطلوبين للعدالة ومقاومة الاحتكار والانتصاب الفوضوي واصفرت الحملة التي دامت حوالي 6 ساعات عن الاتاحة باكثر من 180 مفتشا عنهم من اجل قضايا حق عام تتعلق جلها بالسلب والنشل والسرقة والترويج المخدرات من ضمنهم عناصر مصنفة خطيرة جدا حسب افادة مصدر امني مسؤول لمزيك وتم خلال الحملة حجز 26 قطعة من المخدر القنب الهندي ومبالغ مالية هم كما تمكنت الوحدات الامنية من حجز 300 لتر من مادة الحليب و380 علبة سجائر وحوالي 1600 كيلو جرام من الفرينة و700 كيلو جرام من السميت وافذت العملية الى الاحتفاظ بشخصين من اجل المضاربة والاحتكار وتصدت الوحدات الامنية لمظاهر الانتصاب الفوضوي واكتساح الرصيف بكل من كشة البيليك وشارع الغزالي وامساكن وحي الرياض وفي المجال المروري تمكنت الحملة من تحرير 200 مخالفة و60 محظر عدلي وحجز 66 دراجة نارية غير مستوفيت لوثائقها و4 دراجة كبيرة الحجم دون وثائق انكمل اخبارنا اليوم باخبار يتعلق بالاحتفاظ برجل اعمال وواسيط دولي ينشط في قطاع ان في التأوين علمت مصادر مطلعة ان قرارا قضائيا صدر لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالجرجيني بالاحتفاظ برجل اعمال وواسيط دولي ينشط في قطاع النفط وحسب المعطيات تحصلت عليها مصادرنا فقد تمكن اعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالجرجيني من ايقاف رجل اعمال المذكور وذلك استناد الى صدور احكام غيابية سجنية في حقه قضات في مجملها بسجنه مدة اكثر من مئة سنة بالاضافة الى انه محل تتبع قضائي من اجل قضايا تتعلق بتبييذ الاموال والتهرب الضريبي وعدد قضايا ديوانية ومصرفية منشورة في حقه وحسب المعطيات ذاتها فان الوسيط الدولي في قطاع النفط مطلوب قضائيا لدى دول اجنبية اخرى